السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في المشهد اليوم في ساعتنا الأولى سيكون مشهدنا على المواضيع التالية بعد خطابه نتنياهو الذي وصف بالموتور والمتوتر والغاضب ترد المقاومة أمس واليوم بعرض صور وفيديوهات هل هي حرب الصورة والكلمة بين المقاومة ونتنياهو؟ اتساع المظاهرات ضد حكومة نتنياهو هل سيتردخ نتنياهو وتجعله يتنازل عن غطر سبعه؟ وفي المفاوضات عرض جديد قديم للإدارة الأمريكية يتمثل باقتراح بايدن هل ستغير تل أبيب من موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار؟ أم أن الأمر لا يعد تبادل أدوار بين واشنطن وتل أبيب؟ أهلا بكم في مشهد جديد يسحبني فيه هذه الليلة الكاتب والصحفي الدكتور إبراهيم درويش الكاتب والإعلامي الأستاذ محمد أمين وكذلك الكاتب والصحفي طارق نعيمات قيل في البروباجندا اكذب اكذب حتى يصدقك الآخرون لا يبدو أن هذه القاعدة تنفع مع بن يمين نتنياهو الذي يتهمه الإعلام العبري قبل العربي بأنه يكذب كما يتنفس ولكن حبل الكذب كما يقال قصير فجاء الرد على ما ساقه نتنياهو من ادعاءات أمس بأن قواته كانت على وشك الوصول للأسرى الإسرائيليين الستة الذين انتشلت جثثهم مؤخرا قبل مقتلهم لترد المقاومة أن ذلك كان السبب بمقتلهم وعلى لسان ناطقي باسم المقاومة أبو عبيدة يأتي الرد بأن ذلك كان السبب بمقتل هؤلاء الأسرى فنتساءل معكم إذن هل هي حرب الكلمة والصورة بين المقاومة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا التطور الكبير هل كما قالت القسام أن الأسرى الإسرائيليين سيعودون بالتوابيت إذا تمسك نتنياهو بالضغط العسكري عندما أرفقتها بصورة تعبيرية كتب عليها ضغط عسكري يساوي موت وفشل صفقة تبادل كما ترون حسب بوستر القسام تساوي حرية وحياة ونتساءل ماذا يعني ذلك أيضا لشعبنا الصامد في قطاع غزة هذه الصورة التعبيرية أتت بعد كلمة نتنياهو التي أشار فيها إلى أن عدم التوصل التي أشار فيها البوستر أن عدم التوصل لصفقة يعني مقتل الأسرى المتبقين الصورة تظهر كما ترون على ما يبدو أنه أسير إسرائيلي يجلس محني الرأس وخلفه أحد مقاتلي القسام يمسك بمسدسه وأعلى الصورة مكتوب ضغط عسكري يساوي موت وفشل فيما كان مقبض المسدس الظاهر في الصورة يحمل صورة مقاتل ملثم كما بثت أيضا كتاب القسام مقطعا مصورا أمس يتضمن رسالة للأسيرة الإسرائيلية عيدانير شلومي وهي واحدة من الأسرى الستة وجهت فيه مناشدات لحكومة نتنياهو من أجل عقد صفقة لإرجاعهم بعد فيديو الأسيرة القسام وصلت حربها الإعلامية مع نتنياهو فيما أكد خبراء وعلماء نفس إسرائيليون لموقع ميديا لاين العبري أنه منذ بداية أكتوبر قامت حماس بشكل منهجي بتحركات لزرع الخوف والارتباك داخل المجتمع الإسرائيلي وباستخدام الإعلام كوسيلة للحرب النفسية بعد فيديو الأسيرة الإسرائيلية القسام تواصل حربها الإعلامية مع نتنياهو علق أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام على حادثة مقدل الأسرى الإسرائيليين الستة وإعادة جيش الاحتلال لجثثهم أن نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقدلهم بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة للتبادل وأشار إلى أنه بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات لحراس الأسرة بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال وأكد أن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرة بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت وبثت كتائب القسام مقطعا مصورا يتضمن رسالة للأسيرة القتيلة عيدان يورشالمي وهي واحدة من الأسرة الستة وجهت فيه مناشدات لحكومة نتنياهو من أجل عقد صفقة لإرجاعهم خبيراني إسرائيليان حماس نجحت في الحرب النفسية قال أستاذ الاتصالات في جامعة حيفا جابي ويمان في تصريح لموقع ميدان لين العبري إنه منذ بداية أكتوبر قامت حماس بشكل منهجي بتحركات لزرع الخوف والارتباك داخل المجتمع الإسرائيلي وذلك باستخدام الإعلام كوسيلة للحرب النفسية وقال إن فيديوهات الأسرة سواء من تم تسليمهم بالصفقة الأولى أو من سجلت لهم مقابلات قبل موتهم عكست مقدار التأثير النفسي والرسائل التي تريدها حماس من جهته قال الصحفي الإسرائيلي ياكوف كاتس رئيس التحرير السابق لصحيفة جورزا لينبوست الإسرائيلية إن حماس استخدمت مقاطع فيديو للأسرة بذكاء شديد في محاولة إقناع الإسرائيليين بالضغط على الحكومة وقال لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تقدير الصدمة الإسرائيلية والتوتر والقلق بسبب الفيديوهات التي تبث بين فترة وأخرى للأسرة ألنا بكم ضيوف الأعزاء مجددا ليست هي المرة الأولى أمس التي يظهر فيها ربما صور تعريضها كتائب القسام عن أسرة إسرائيليين ولكن ظهور صور الأمس كان بارزا بعد كلمة بن يمين نتنياهو حيث تحدث بن يمين نتنياهو متهما حماس بأنها قتلت الأسرة الإسرائيليين الستة بوحشية ليأتي تصريح أبو عبيدة بعد ذلك والبوستر وصورة لأسيرة إسرائيلية وصورة أخرى أيضا لأسير جديد إلى أي مدى؟ اسمحوا لي أن نبدأ مع الدكتور إبراهيم كما يقول إسرائيليون هذه المرة أن حماس والمقاومة هي التي تجيد الحرب النفسية ضد الاحتلال هي منذ البداية أصلا الحرب بين حماس أو غزة أو الفلسطينيين والإسرائيليين حرب صور وحرب معلومات حماس لديها قدرة على بث حرب إعلامية وعندها متابعين على تيليجرام من لديه حساب على تيليجرام فالمشاهدات لبيانات أبو عبيدة المتحدث باسم القسام وكذلك الفيديوهات التي تنتجها المؤسسات التابعة لحماس متقن وبشادة كثير من البحثين في حماس وفي الوطنية الفلسطينية لكن طبعا دنياه معروف بكذبه وتلعبه وهو يحب أن يظهر دائما بصورة أن لديه الصور التي تؤثر ويعرف تأثير الصورة يعني إذا ذهب المتحدة يذهب بخريطة عيسى عليها فلسطين إذا أراد أن يظهر تهديد إيران فيظهر بخرائط وبيانات مبارح أظهر خريطة دون الضرف الغربية فقط تظهر غزة بالضبط فلذلك هو يعني يتقن هذه اللعبة وهو يعني كما أقول كذب كذب حتى النخاء يعني يقذب يقذب حتى يصدق كذبته المشكلة في نيتنياهو أن العملية أن مقتل أسرع مهما تحدث عن مقتل أسرع لدى حماس فهو مسؤول قتلهم سواء يعني كان قتلهم حماس أو القسام أو المحتجزين لهم أو قتلهم الجيش الإسرائيلي ليس مهم فهو مسؤول عن قتلهم هذا طبعا يعني مسؤولية أورى للدول الغربية التي لم تدد خاصة بايدن وكاملة هاريس ويبدو دكتور داويش أن هذه المرة يعني بسبب مقتل أسرع الستة لم ينجح نيتنياهو في مسرحية بالأمس كانت تصف صحف الإسرائيلية حتى أنه طريقة التي خرج فيها نيتنياهو كانت طريقة مسرحية هزلية وصفوها بالمسرحية الهزلية وأيضا استعمال الخارطة واستعمال العصا يعني بطريقة الحقيقة تعبر عن ضعف ويعني شعور نيتنياهو بحالة من القلق جراء المظاهرات التي خرجت في إسرائيل بالأمس بمئات الآلاف نيتنياهو الذي كان داما يخرج مغرورا يتحدث وكأنه يخطب كان أمس متشنج للغاية نعم ويتحدث بلغة فقط كأنه أستاذ أمام تلاميب صحيح بتحليل الصورة كان هذه أول وكتر مرة فيها متجههم الرجل كان متوترا وكان يخطب وكأنه يريد أن يقول أنه لا تستمعوا لأحد سواه يعني وكأنه على شكل الحكام العرب في منظومة الاستبداد العربية ثانيا أن نسألت عودة الأسرة في توابيت أو كجثث وهم الموجودين على القائمة الأولى أو الدفعة الأولى بالصفقة التي تم الموافقة عليها في يوليو إذن يقول للإسرائيلين أن هؤلاء إذا كان لو أن نتنياهو وقع الصفقة في يوليو أو في مايو لكانوا عادوا أحياء إلى أهاليهم لكنهم عادوا توابيت جراء لكن محتوى الصورة ومحتوى الفيديو أن هؤلاء كانوا يقولون الأسيرة الإسرائيلية قالت أنت بن يمين نتنياهو توجه الخطاب لبن يمين نتنياهو أفرجت عن ألف مقابل شاليط والآن حماس تطالبك ب250 ألا أستحق أن يفرج عني ب250 فتأتي مقتولة وأسير آخر اليوم أظهرت حماس أو أظهرت المقاومة القسام صوره إلى أي مدى ترى بأن الرد جاء سريعا يعني رد حماس أمس بالفيديوهات سريع على كلام نتنياهو أنه لا ينفع مع حماس غير الضغط العسكري ترد القسام بأنه ضغط عسكري يعني موت الأسرة أنا أعتقد من 11 شهر من مراقبة العدوان على قطاع غزة و76 عام من إدارة الصراع مع هذا الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية وتحديدا حماس وكتائب القسام أصبحت لديها خبرة وإدراك وقدرة على تحليل المجتمع الإسرائيلي وتختار اللحظة المناسبة لبث الدعاية وفقا للحظة التي تشعر بأن هناك استجابة في الشرع الإسرائيلي هذه لحظة ضربة قاسمة للانتنياهو وحالة ضعف الرجل في حالة ضعف هناك ضغوط داخلية وهناك ضغوط أمريكية بين قوسين هناك مظاهرات وانضمام اتحاد نقابات العمال وبالتالي أن تلعب بهذه الورق هذا يعني ترمي الكرد في الوقت المناسب ثانيا الدلالة على نجاح هذه الدعاية بأنها كانت أجهزت فيديوهات لهؤلاء الأسرة وسجلتها بحيث تعزز فكرة أن هؤلاء الأسرة كان يمكن أن يكونوا على قيد الحياة لو أن نتنياهو صانع القرار في إسرائيل اتخذ قرارا بالذهاب إلى صفقة أيضا تريد أن تقول بعد أن أنا بتقديري أن حماسك انتهت إلى خلاصة بأن نتنياهو لا يريد صفقة حتى لو سلموا محور فريديلي فيها وحتى لو سلموا محور نتساريم وحتى لو قالوا للجيش الإسرائيلي تعال حكم قطاع غزة وبالتالي هم باتوا يقولون أن ورقة الأسرة هذه إذا لم تكن ستفضي إلى إنهاء الحرب فنحن سنتخذ قرارات بسياق التخلص من الأسرة كما جرى بالأمس وكان واضح لدى المقاومة بأن الشرع الإسرائيلي باتت الورقة الوحيدة التي يمكن أن تحدث فارقا في ظل الحياس أمريكا في ظل صمت العربي في ظل التخادر العربي وفي ظل ضرب نتنياهو عرض الحائط بكل القرارات الدولية والمجتمع الدولي وحتى المجتمع الإسرائيلي لأن المجتمع الإسرائيلي هناك إحصائيات طارق تتحدث أن البوستر القسام تمت مشاهدته بشكل كبير جدا يعني انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية وهذا البوستر واضح بأنه رد على كلام نتنياهو نتنياهو يقول لا ينفع مع حماس غير الضغط العسكري ترد حماس ضغط عسكري يعني موت الأسرة اليوم أيضا حماس تظهر فيديو لأسير آخر من الأسرة الإسرائيليين أوريدانينو وهو يقول بأن الحكومة والمجلس الأمني فشلوا في حمايتنا ألا يمثل هذا صفحة الجديدة لبن يمين نتنياهو الذي ظهر أمس وهو يتحدث بقوة وهذه صورة نشاهدها للأسير الإسرائيلي أوريدانينو الذي قال إن إسرائيل والمجلس الأمني فشلوا في حمايته واليوم يحاولون قتلنا الواحد تل والآخر إلى أي مدى يظهر بأنه مرة أخرى هناك إدارة إعلامية لهذه الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في نقطة أساسية حماس تقول تحاول إصار رسالة إن الضغط العسكري يؤدي إلى موت الأسرة ونتنياهو يقول إن الضغط العسكري يؤدي إلى تحرير الأسرة والقضاء على حماس فهنا النقطة الأساسية هنا اللعبة بين الطرفين وهذا التي تشتغل عليه حماس من ناحية أنه الفيديوهات التي عرضت وعرضت بعد ما ماتوا ونفس الرسالة أنه نحن كان بالإمكان أن تم الاتفاق عليه 250 أسير والآخره لكن نيتنياهو أراد لا يقدم هذا الثمن رغم أن المؤسسة الأمنية والعسكرية وافقت على أنه وجود إسرائيل بمحور فريدلفيا مش ضروري وجود إسرائيل بنتساري مش ضروري هو الأفضل أن نفكر الارتباط أصلا بغزة رجع غزة الوضع الأساسي أصلا فكرت ونتخرج غزة من المسؤولية الإسرائيلية مباشرة كمدينة تحت الاحتلال هذه النقطة الأساسية أشتغل عليها الطرفين طبعا نيتنياهو يجيد الويبنارز يعني يقدم سيمينار لكن التوقيت الأمس طارق كان ضربة لنتنياهو لأن المحتوى هذه الفيديوهات لا يشير بأن الأسرة كانوا يعلمون بأن ذلك سيحدث وأنهم سيموتون يعني حماس أو المقاومة عندما سجلت هذه الفيديوهات يبدو من محتوى الفيديو نحن نعلم أنهم كانوا يحضرون أن هؤلاء فعلا ضمن صفقة ليتم الإفراج عنهم كما قال الطرفان يعني إسرائيل وحماس قالوا ذلك نشرت اليوم تفصيل ووثائق مسربة من داخل المفاوضات توضح أن التراجع الإسرائيلي في شهر مايو كان نيتنياهو موافق على الانسحاب من تساريم موافق على الانسحاب من فرادلفيا إجاب 27 ستة تخلى عن كل ذلك طبعا هذا شيء معتاد نيتنياهو كيف استطاع أن يكون رئيس وزارة إسرائيل أكثر من 15 سنة لأن نيتنياهو رجل يجيد الكذب والمناورة هو يقول للوسطاء كلام ويقول لسموترش ومن غفير كلام ويقول لجمهوره الداخلي والإسرائيلين كلام آخر يلعب على كل الأطراف وهو مرتاح لأنه لا يوجد ضغط دولي هذا واحد لا يوجد ضغط إقليمي لا ندري لكن الضغط الداخلي بتغير قواعد الاشتباك إبراهيم أمس في تصريحات القسام متغير جديد سمعنا أن قواعد الاشتباك المعروفة بالنسبة للتعامل مع الأسراء يبدو بأنها تغيرت صرحوا بأن الآن أي محاولة لضغط عسكري لتحرير هؤلاء الأسراء إسرائيليا بضغط عسكري فإن كما قال جنود القسام لديهم تعليمات للتعامل ومعروف مصطلح تعليمات للتعامل مع هؤلاء المقصود فيها يعني أن يقتل عملية قتل الأسراء والأطول على الجثثهم قتلى مع أنهم كما تحدث الأستاذ محمد أنهم كانوا ضمن الوبد أو المجموعة الإنسانية القائمة الإنسانية سوف يفراجع عنهم هو صورة أنه أنه صورة كان عن فشل دنياه في محاولة إقناع أو اللعب على الطرفين إقناع عائلة أهل الأسراء بأنهم يعمل جاهدا من أجل إنقاذهم ومن الجهة ثانية يقول أنه يواصل حتى تحقق النص الواهم بشكل كامل والجميع يقولون له أن النص الواهم هذا ليس متأكدا ولا يمكن تحققه بسبب أنه حماس هي حركة إيدولوجية ومتجدرة في المجتمع الفلسطيني ولديها آلياته ويعني يوم أمس كانت في تقرير طويل في صحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن استراتيجية الأنفق قال أن المخابراء العسكريين يعني لا نريد أن نصدق الوثيقة التي تحصل عليها الجيش ونقلها وسربها لنيويورك تايمز لكن الاستراتيجية الأنفقية التي أدت لصمود حماس هذا الصمود لمدة 11 عاما وعام تقريبا من الكتال الإشكالي هنا أنه مقتل الستة هؤلاء تطور المجتمع الإسرائيلي التظاهرة هذه خرجت بمئات الآلاف في كل المدن الإسرائيلية مطار بنغوريون أغلق حتى في أمريكا في أمريكا كان هناك أيضاً ردة فعل كبيرة خاصة عن عائلات نعم أسف عن عائلات واحد من القتلى ظهرت في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وتحدثت عن الأسرار لذلك يعني المشكلة أن نيتنياهو يمكن أن يتلعى بالإدارة الأمريكية بايدن أصبح بطع لكن إلى أي مدى إلى أي مدى أبراهيم يتلعى بالشارع الإسرائيلي بالشارع الإسرائيلي المشكلة أن نيتنياهو يستطيع يعتقد أنه قادر على التحكم وإدارة المعركة الآن رغم الضغط ورغم أن خيارته ألباتت مقيدة ما دام أنه لديه التحالف اليميني المتطرف طيب لكن المحتوى ما قاله هؤلاء الأسرى الإسرائيليون كانوا واضحاً بتحميل بن يمين نتنياهو مسؤولية التحرير قال المحاولة تحريرنا يعني عسكرياً الفاشلة وكان يعني ربما في إشارة لما قاله أبو عبيدة لاحقاً أن ما جرى هو نتيجة لمحاولة تحرير ما جرى في الانصيرات على كل حال الشارع الإسرائيلي تظاهر أمس واليوم بعشرات الآلاف في تل أبيب والقدس وكذلك العديد من المواقع والتقاطعات الرئيسية في المدن لمطالبة بن يمين نتنياهو بالإفراج عن الأسراء الإسرائيليين عبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أمام مقر أيضاً إقامة نتنياهو الشرطة الإسرائيلية تعتقل عدد من المتظاهرين وسط مواجهات مع عناصر الشرطة فيما يتجمع اليوم وكما تجمع أمس عديد من المتظاهرين أمام وزارة الأمن الإسرائيلية نتابع اتساع التظاهرات في الشارع الإسرائيلي وزيادة الضغوط على نتنياهو تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب والقدس وعشرات المواقع والتقاطعات الرئيسية في المدن لمطالبة نتنياهو بالإفراج عن الرهائن عبر التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وأمام مقر إقامة نتنياهو في القدس اعتقلت الشرطة ستة متظاهرين وسط مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين وفي تل أبيب تجمع المتظاهرون أمام بوابة بيجن في محيط مقر وزارة الأمن في تل أبيب الكريا فيما شهدت العديد من المدن والتقاطعات الرئيسية مظاهرات حاشدة من جهته حاول رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو الدفاع عن قرار الكابينت بعدم انسحاب قوات الجيش من محور فيلادلفيا وفي خطاب مطول قال نتنياهو لن نغادر محور فيلادلفيا إنها مسألة سياسية استراتيجية ووجودية بالنسبة لإسرائيل ودعى أن انسحاب إسرائيل من المحور خلال المرحلة الأولى سيمنع قوات الاحتلال من العودة إلى هناك لا بعد 42 يوماً ولا بعد 42 عاماً نتنياهو أمام خيارات أقل من أي وقت مضى اعتبر تحليل لشبكة سيين إن الأمريكية أن نتنياهو أصبح أمام خيارات أقل من أي وقت مضى في عقاب التطورات الأخيرة والتي شهدت مظاهرات حاشدة ضده وإضراباً لم تشهده البلاد منذ هجمات السابع من أكتوبر وأوضحت الشبكة أن التحديات التي يواجهها نتنياهو تحتاج إلى تلاعب متواصل في وقت تضم حكومته لإتلافية قوميين يمينيين متطرفين لم تشهدها الحكومات الإسرائيلية السابقة وأضاف التحليل أن مهارات نتنياهو السياسية والتي أبقته في منصبه تشير إلى أنه على استعداد للمراهنة والاستمرار في موقفه لكن يبقى السؤال إلى متى يمكنه الصمود؟ وجاءت تصريحات بايدن بتحميل نتنياهو ضمناً المسؤولية عن التأخير لتزيد من حجم الضغوط الكبيرة عليه في حين تخطط واشنطن بحسب صحيفة واشنطن بوست لعرض خطة نهائية لوقف إطلاق النار باعتبارها فرصة أخيرة لنتنياهو وحركة حماس هل هناك إجابة لتساؤل الصحيفة العبرية إلى متى يمكن بن يمين نتنياهو الصمود؟ هل فعلاً هذه المظاهرات ونحن نتحدث الآن هناك مظاهرات حاشدة في تل أبيب وأمام وزارة الدفاع ودرام للنيران أمام مقر وزارة الدفاع محمد هل تعتقد بأن لدى بن يمين نتنياهو ما يدافع به الآن أمام هذه الحشود الضخمة في تل أبيب؟ شوف الإجابة على هذا جمال يعتمد على إلى أي مدى تستمر هذه التظاهرات ولأي مدى يكون نفس الشارع الإسرائيلي طويلاً هناك مشكلة حقيقة المشكلة الرئيسية منذ 11 شهراً أن هناك إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي على الحرب واستمراريتها وهناك فقط انقسام حوله هل تستمر الحرب بغض النظر عن مصير الأسرة أم نحرر الأسرة ثم تستمر الحرب حقيقة هذا المجتمع الإسرائيلي 11 شهراً من جرائم الحرب 40 ألف شهيد و100 ألف جريح وقتل الأطفال والنساء وحتى عزلة دولية وحتى تشويه لسورة إسرائيل أنت تتساءل وعلاقة سيئة مع أقرب الأصدقاء وأنت كإنسان بغض النظر أنت لديك في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني رغبة في الانتقام لكن 11 شهراً من الدم لم يشبع أنا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي مازال لم يشبع من هذا الدم ويريد استمرار الانتقام ويريد استمرار القتل وأصبح متماهياً مع هذا الخطاب الفاشي اليميني المتطرف الذي أنا أعتقد جمال أنه لا يمثل نتنياهو خطاب نتنياهو يمثل المجتمع الإسرائيلي ويمثل القوى السياسية في إسرائيل ويمثل 99% من هذا المجتمع الذي باته متوحشاً لدرجة أنه يشرعن قتل الأطفال أعتقد أن هذا ضروري جداً بالنسبة للمتابع العربي يعني نعرض الإعلام الإسرائيلي والخلاف البعض يعتقد بأن هذا قد يفضي إلى أنهاء الحرب لمصلحة الفلسطينيين وأن الخلاف هو ليس الآن الظاهر إسرائيلياً كيف يمكن أن نخرج الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقتهم وبأي ثمن وأيضاً جمال أضف إلى ذلك بأن هذا الخطاب الذي يتبنى نتنياهو عندما تقارنه باستطلعات الرأي كلما زادت جرائم ومجازر وكلما زادت شعبية نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي أنا أريد أن أعود مرة أخرى لسؤالك كما قالت سياناً قبل قليل الخيارات تضييق أمام نتنياهو الضغوط تتصاعد السؤال إلى أي مدى يمكن أن تفضي هذا الضغوط يعتمد على قضيتين قضية الأولى استمرار هذا الحراك القضية الثانية يتوسع القناعة لدى المجتمع الإسرائيلي بأن هذه الحرب لا تحقق أهدافها وبأنه لا يوجد طريق لتحرير الأسرى سوى الوصول لوقف لإطلاق النار هذا بشكل بطيء يتشكل الآن في إسرائيل وقبل قليل كنت أستمع لتسريحات جانتس الذي قال هو رجل أمن طبعاً وآيزن كوت وكذلك حتى وزير الحرب في حكومة الاحتلال يقولون أن محور في لادلفيا ليس له قيمة وكذلك البقاء فيه ليس قضية هذا يؤكد أن شيء فشيء تتضح الرؤية بأن هذه الحرب تتملخص في مصلحة شخصية نتنياهو نتنياهو كما تقول البوليتيكان الدينماركية اليوم يشعر بأنه وصول لصفقة لإطلاق النار أنه سيرمع في سلة زبالة التاريخ لكن إبراهيم يغيب البعد الحديث عن المأساة الإنسانية التي تعغزها يعني هذه غائبة تماماً لا ذكر لها في إعلام الأمريك لأنه لو تابعت القناوات التلفازية في إسرائيل لا تظهر أي شيء عن معاناة الفلسطيني لا يوجد دمار فقط تظهر صور الجنود الذين جرحوا صحيح لك الدكتور إبراهيم السوشال ميديا موجودة السوشال ميديا منتشرة كل هذه الأعبار لكن ليس حول الفلسطينيين ولهذا السبب لا يوجد أي تعاطف مع الفلسطيني ومع الدم فلسطيني أن تتحدث عن هذا الموضوع المشكلة في التظاهرات هي أن المجتمع الإسرائيلي الآن منقسم قلت أنه بين المجتمع والطرف 90% من المتطرفين والإبراريين الإشكناز الذي أنشأوا الدولة الإسرائيلية ومعظم من اليهود الأوروبيين علمانيين المتنولين المثقفين الآن يشعرون أن هذه الورقة الوحيدة يعني الورقة الضربة للزهرة الوحيدة المتوفرة لديها من أجل أن يطيحوا أو يعني يمنعوا سقوط إسرائيل في يد اليمين المتطرفين الإيكونوميس قبل الأسبوع نشر التقرير المطول وتقرير عن تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنين وكيف أن الإسرائيل هي عبارة عن دولتين دولة مدديين يعيشون في قلب الضفة الغربية يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بالمواثيق والعراف ويؤمنون بدولة داود مملكة داود وإقامة الهيكل بسدعنا يا دكتور أبريم أختلف معك هذا الاختلاف هو اختلاف حول شكل إدارة الدولة لكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وبحقهم في الدولة إسرائيل يمين واليسار العلماني والمتدين متفق على ذلك هناك إجماع اليوم في إسرائيل وصوت الكنيسة في 97% على منع إقامة الدولة إذن الخلاف هو حول شكل إدارة الدولة وهو حتى لو تسرعوا فيما بينهم حتى لو أنت تسرعوا بينهم إلى حروب هم يتفقون على حرب الفلسطينية نعم الخلاف هو بين اليمين المتطرف وبين العلمانيين في المجتمع الإسرائيلي وكان حتى قبل السابع من أكتوبر على شكل إدارة الدولة وعلى الحريات وعلى غيره لكن ليس موضوع حقوق الفلسطينية ليس مطروحا ضمن النقاش في إسرائيل لكن طارق أشرت أنت عدم إقامة الدولة وعدم إعطاء حقوق أشرت شخصية نتنياهو وتلاعب هل الخطاب الديني وتجيير الخطاب الديني لبن كفير وإسرائيلي سموتريتش أيضا يستخدم بن يمين نتنياهو لمصلحته نتنياهو كشخص هو تكوينه الثقافة النفس الديني نفس ترامب اثنين أشخاص أصلا علمانيين في الأساس بس هم ركبوا التيار اليميني وبقدراتهم الخطابية والبهلوانية استغلوا هذا التيار اليميني يعني ترامب عن مستوى الشخصي أصلا كانوا صوت للديمقراطيين هم هو مش متدين أصلا لكن فجأة صار إيش يدعو له في الكنائس هو طارق البعض هو يقول لا عنده رؤية وخاصة في كتاب ومكان بين الأمم يتحدث عن رؤيته لدولة إسرائيل وأنها يجب أن تقوم على أساس الدينية رؤية تقول صحيوني الصحيونية كفكرة أجت كفكرة تصالحية تتسوع بالديني والعلماني والشيوعي وهو لا ننسى طالب أيضا هو الذي طالب بيهودية الدولة وهو الذي ربما أجب حتى إدارة أوباما على الاعتراف بأن إسرائيل دولا بيهود داخل الصحيونية لا خلاف على يهودية الدولة بل هي دولة النقاء العرقي على فلسطين التاريخية هي هدف كل الطيارات الصحيونية حتى الغير مؤمنين بأنه في إله وفي مقولة مشهورة لإلهام بابي يعني أنه يقولون أنهم شعب الله مختار وهم أصلا يمنون في رب أصلا أهم غزوا على العلمانيين لكن تعليق سريع على لماذا استطعنا تنياهو الصمود رغم 11 شهر من الحرب رغم أنه 7 أكتوبر كانت أكبر فضيحة أكبر من فضيحة أكتوبر حرب أكتوبر في 73 حقيقة أنه ننتبه لنقطتين كثير مهمات أول نقطة المعارضة الإسرائيلية وما تمثل من تيار علماني يساري إلى آخر يسميه ما شيء ضعيفة وغير موحدة ولا تمتلك بديل عن نتنياهو يعني خلينا نحكي مثلا على قصة غزة تفضل أستاذ محمد أمين كلامه صحيح يعني الذي تختلف فيه بخصوص غزة المعارضة العلمانية عن تيار اليميني فقط أنه خلينا نرغض استراحة نسوي صفقة نطلق الأسرق ونعود للحرب ما في خلاف على ذلك يعني حتى ذكر الانسحاب من محور فلادلفيا لا يذكر فيه أنه هذا سيخفف وطأة الأزمة الإنسانية لأهل تفاع غزة لا أبدا وفقط أمر تكتيكي يجب أن لا يعيق الإفراج عن الأسراء الإسرائيلية بالنسبة لهم يعني الكلام عن الفلسطين توقف عام 2000 مع انهيار تيار اليسار ومتبقم اليسار الصهيوني تهى تماما كلام عن الفلسطينيين كمجموعات بشرية إنسانية تماما وحتى بمناسبة لا يتم الحديث عن دولة الفلسطينية وحل عملية السلام ولا شيء تم الحديث عن الفلسطينيين فمتحدثون عن مشكلة أمنية فقط ومشكلة سكانية ومشكلة سياسية هذا ترى يدفع طارق للحديث عن الضفة الغربية أنه حتى السلطة الفلسطينية لتعتقد أنها ستعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر وأن إسرائيل يمكن أن تسمح بقاء السلطة بشكل أنا أعتقد أن هناك حرب على الكينونة الفلسطينية يعني إسرائيل بعد السبع من أكتوبر هي تتعامل مع الفلسطينيين كلهم كالهديد أمني وكأشخاص ينبغي عزلهم في كنتونات بعيدا عن الدولة اليهودية اللي عرضها نتنياهو المناسبة بالأمس هو يعني عرض خارطة لا يجد فيها الضفة غربية وبالتالي الحديث عن أنه احتمالات بقاء السلطة الفلسطينية أنا أظن أنه هذا أصبح شيء من الماضي وهذا أيضا رسالة للسلطة الفلسطينية أو من تبقى في السلطة الفلسطينية من عقلاء أن يدركوا بأن الهجمة هذه تستهدف الكل الفلسطينية تستهدف السلطة وتستهدف حماس وفتح وأي فلسطيني ثانيا في الموضوع نتنياهو أنا أعتقد أنه خطاب سموترش وبينكفير هذا هو خطاب نتنياهو بغض النظر هذا الرجل متطرف دي أفكار إديولوجية يتحدث فيها حتى بالأمس تستعمل مصطلح المسياخ ترجمة يعني عن نزول المسيح رجل مسكون يدغدغ الصهيونية المسيحية هو رجل انتهازي يستعمل الخطاب الديني من أجل مدغدغة اليمين الإسرائيلي الذي هو متحالف معه لكن أيضا هو في قرارة نفسه لديه فكر إقصائي وإديولوجي ويراب أنه إسرائيل لا ينبغي أن يكون فيها سوى الإسرائيليين وهو عراب مشروع الدولة حادية القومية سنعود لفكرة عودة المسيح في مقال اليوم سنعرضه خلال هذه الحلقة قبل ذلك موقف الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية التي خرجت أمس بتأكيد أن لديها عرض أخير البعض يرى أنها تواجه تحديات كبرى في مساعيها لإقناع تل أبيب بإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة بن يمين نتنياهو أمس واضح في كلامه أنه رفض صحب القوات الإسرائيلية من محور فلادلفيا وسمعناه أمس يقول لو انسحبنا 42 يوم فلن نعود حتى ولو بعد 42 سنة وحللون أمريكيون في موقع الحرة الأمريكي يقولون أن بايدن في موقف سيء للغاية بعد مقتل أمريكي أسير من بين الأسرة وليس أمامه سوى إيجاد وسيلة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ويرى آخرون أن الولايات المتحدة أمام أمرين إما أن تجبر نتنياهو على قبول اتفاق أو أن تنسحب من دعمها لإسرائيل لا ندري نتابع حسابات الانتخابات الأمريكية تضعف موقف بايدن أمام نتنياهو لإبرام صفقة تبادل تواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة في مساعيها لإقناع تل أبيب على إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة إذ جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو رفضه سحب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا وفي هذا السياق أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استيائه من عدم بذل نتنياهو جهوداً كافية للتوصل إلى صفقة ما يدفع للتساؤل عن خيارات الإدارة الأمريكية وفي هذا الصدد يؤكد المحلل السياسي الأمريكي إيريك هام أن إدارة بايدن في موقف سيء للغاية بعد مقتل أمريكي من بين الأسرة وليس أمامها سوى إيجاد وسيلة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار ويرى هام أن الولايات المتحدة ستضطر إلى القيام بأمرين سيتعين عليها أن تجبر نتنياهو على قبول الاتفاق أو سيتعين عليها الانسحاب من دعمها لإسرائيل لكن الانسحاب من دعم إسرائيل بحسب هام سيؤدي بالتأكيد إلى صراع أوسع نطاقاً في المنطقة لذلك لا أعتقد أن بايدن سيفعل ذلك ويشير المحلل السياسي العضو في الحزب الديمقراطي نصير العمري إلى أن إدارة بايدن وحملة هاريس في وضع صعب بسبب الحرب في غزة ويرى العمري أن الوضع الانتخابي الحالي يجعل بايدن وهاريس يقاعان تحت تأثير حكومة نتنياهو التي تحاول إظهار إدارة بايدن بأنها ضعيفة في دعمها لإسرائيل واشنطن تعرض مبادرة الفرصة الأخيرة حول غزة وتهدد بالانسحاب من المفاوضات تجري الولايات المتحدة محادثات مع الوسطاء مصر وقطر حول ملامح اتفاق نهائي تخطط واشنطن لعرضه على الطرفين في الأسابيع المقبلة ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الاتفاق بأنه إما أن تقبله الأطراف أو ترفضه بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وأضاف أنه قد يمثل نهاية المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إذا لم يقبله الطرفان وفقا للمسؤول ذاته وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان العثور على الأسرى الإسرائيليين الستة سيزيد أو يقلل من احتمال توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق وبينوا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانوا يعملون على الاقتراح النهائي للصفقة قبل العثور على الرهائن الستة قتلى في نفق تحت مدينة رفح وأن العثور عليهم يعتبر إلحاحا لإتمام الصفقة يعني المهي الخلاصة إبراهيم الولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب وكل مرة تقول أن حماس هي التي ترفض المقترح أمس واليوم يتضح حتى الآن بأن المقترح يتعلق بانسحاب من محور فلادلفيا لكن الأمريكيون يقولون بأن الانسحاب من مناطق مقتضة هل واضح إبراهيم ما هو المقترح الأمريكي تحديدا هل ينص على انسحاب كامل من فلادلفيا أم لا المشكلة للإدارة الأمريكية منذ البداية هي كانت تتعامل مع الأزمة على أنها أزمة إدارة تدير الأزمة تعطي إسرائيل الوقت الكافي لكي تكون بالمهم لكن المشكلة أن إسرائيل تقود أطول حرب في تاريخها ولم تقود بهذه حرب ما تدت لها مع الأنظمة العربية ولذلك هي فقدت مصدقية حتى بين الفوضين العرب يعني المصريين والقطرين يشورهم بالإحباط منها إدارة بايدن أو بايدن نفسه الذي يصف نفسه بأنه لو لم تكن صهيوني موجودة لإختار عنها وأنه صهيوني حق العظم لا يريد أن يستخدم ما لديه من أوراق نفوذ مشكلته في غزة ومشكلته في كل القضايا هو يخاف من الجمهوريين إذا لاحظت الطريقة التي اتعاملت فيها الصحاف الحزب الجمهوري الديمقراطي مع العثور على الجثث القتلى الجمهوريين أخر يستغلوها لصحيح وبدأوا يصفون بأن بايدن ضعيف ولينزين جرهام قال علينا أن نضرب إيران من أجل أن نمنع حماس ولذلك هي عبارة عن حملية تكييف للحرب في غزة واشتغدام دم الفلسطيني لكن مع مقتل أمريكي من بين الأسرة الأمر أصبح الآن أيضا أمرا أمريكيا داخلا حدث عن مواطن أمريكي من بين هؤلاء قتل وعدم إبرام صفقة هو الذي تسبب بموته بالضبط لذلك بايدن عاجز أن يضغط على نيتنيا والجميع يقولون أن بايدن لدي أوراق الضغط الكثيرة فيه مقال مطول في فورين فيرس استحدث قال أن الحديث أن بايدن ليست لديه أوراق نبوذ هذا كلام غير صحيح يعني المشكلة لا تتعلق بقضية الأسلحة وديه ورقة ضغط على إسرائيل من ناحية الأسلحة ولا يريد أن يستخدم ورقة هذه الضغط لأنه هو متغرد في الحرب يعني العناق لديه في 18 أكتوبر العام الماضي يدليل أنه وقع على عملية تدمير حماس سوى مع تدمير حماس وهناك أنظمة عربية مع تدمير حماس ولذلك جرد 12 محاولة لعقد صفقة وقف إطلاق النار وكلها بددها نيتنيا لأن نيتنيا نقطة أخيرا نيتنيا هو يحاول أن يلعب بالوقت يعطي بايدن لم يعد مهم الآن لا يستطيع أن يفعل شيء خاصة أنه قارج من السباق الرئيسي لا يستطيع أي رئيس الآن في حملة انتخابية أن يكون بقرارات مهمة ولذلك هو يريد عودة ترامب الذي ترامب قال أنه سيعيد تكبير صورة إسرائيل ويعطي إسرائيل الوقت الكافي لإنجاز المهمة هو المشكلة أن بايدن يقول بأنه صهيوني لكن هذا محمد ألا يكون هو ورقة قوة لبايدن أقصد عندما يتحلل بايدن من أي سباق انتخابي ولم يرشح نفسه فهذا لا يعطي قوة وخاصة بأنه الآن يقولون أن العرض هو لأسبوع والانسحاب من مناطق مكتظة هل هو تلاعب بالألفاظ تبادل الأدوار كما يقول عنواننا أم خلاف حقيقي بين بايدن ونتانيان أنا أعتقد أنه لا ليس ورقة قوة وأنا أعتقد أنه لم يعود خبرا عاجلا أن يأتي في وسائل الإعلام الله بايدن أو الإدارة الأمريكية تقول أنه سيتم التوصل إلى اتفاق من فرصة الأخيرة لما التلاعب بها منذ 11 شهرا بايدن كان في الشهر الأول والثاني أقوى لو أراد وكانت يملك أوراق كثيرة لكن كما قال الدكتور إبراهيم بايدن صهيوني أكثر من نتنياهو ويتبنى الفكر الصهيوني أكثر من نتنياهو هذا رقم واحد رقم اثنين كل الخطوط الأمريكية التي قيل أنها حمراء تبين أنها لا حمراء ولا شيء وردية ويمكن كسرها وكسرها نتنياهو بدءا بقتل المدنيين اشتياح المستشفيات دخول رفع دخول محور في راديلفيا وغيره إذن أنا بتقديري لا ينبغي التعويل على الموقف الأمريكي الآن لو أنك تنظر إلى نتنياهو كيف تعامل مع بايدن بايدن الآن رئيس منتهي سياسيا وكذلك انتخابيا خرج من السباق الانتخابي ابتالي نتنياهو لماذا يعطيه هذه الجائزة ويعطيه صفقة ربما تبضي بعد كلام بأنه ربما يوجل الاتفاق حتى يفوز ترامب نعم وأيضا هناك تقارير تحدثت بشكل واضح عن أن ترامب طلب من نتنياهو أن لا يوقع أي صفقة وأن ينتظر حتى يأتي لأن هذه الجائزة سيعطيها نتنياهو لترامب إذن دعني أسأل طارق لما هذه اللغة الجديدة للإدارة الأمريكية بأن هذه الفرصة الأخيرة أسبوع واحد هم قالوا لكل الفرق يعني لحماس والإسرائيلين هل هو مثل ما يقول محمد استهلاك داخلي نعم لأنهم يريدون استغلال إذا حصلت تهدئة لمكاسب داخلي هم بين نارين هم حاولوا يعملوا طبعا دموقراطيين حاولوا وسيفشلون وفشلوا أولا هم حاولوا يرضوا طرفين حاولوا يرضوا طرفين أنت عشان تكون سياسي تريد مستقبل في أمريكا عليك أن ترضي اللوب الصهيوني انتهينا يعني بغض النظر يعني وإذا أردت أن تشاكس اللوب الصهيوني انتهى مستقبلك السياسي بكل صراحة يعني هذا الرقم واحد الرقم اثنين هم عندهم في مشكلة في الولايات المتأرجحة بنسلبنيا والآخره وهذه الولايات المتأرجحة في أصوات عربية وإسلامية بتشكد يعني 2% و2% و2% مع تقارب الصلاعات الرأي بين الطرفين ممكن تكون حاسمة أرادوا استرضاء هذا الطرف لكنهم فشلوا لا في استرضاء اللوب الصهيوني الآن اللوب الصهيوني يتهمون بايدن هو العرقلنا هو المسكنا نخلص موضوع غزة نخلص موضوع حماس صحيح ولا استرضوا جماعة المؤيدين لفلسطين داخل حزب الدموقراطي وسموها أصوات أمتنع أو حركة أمتنع عن التصويت يعني فهم بالآخر ما سيتوصل له بايدن لا لن يكسب أصوات مش بايدن عن فان حملة الدموقراطيين بايدن طلع من الحملة لكن هارس باستطلاعات الرأي تتفوق على ترامب بـ 2 إلى 3% ونسبة الخطأ في استطلاعات الرأي 4% يعني الآن وضعها جدا حرج لذلك الحديث عن أنه ضغط الأمريكي نعم هناك ضغط أمريكي لكنه ضغط أمريكي غير كافي على إسرائيل ومن يعلم ويوجد هذه اللعبة أكثر هو بن يمين نتنياو بس تعليق صغير البنين نتنياو أصدر مذكرات قبل أقل من سنة تقريبا وحط فيها مجموعة أمور من الأمور التفاخر كيف أنه يتلاعب صحيح لأنه طبعا هو حتى في ما أشار محمد في خطاب بن يمين نتنياو عن عودة المسيح يعني هذه إحدى الأمور التي في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالصيونية الدينية هي التي تجذب كثير من المسيحيين إلى الإيمان بضرورة تأييد دولة إسرائيل لتسريع عودة المسيحين هذا حملة التخابية داخل أمريكا كما يبدو على كل حال إسرائيل إذ تبدأ إجراءات بناء كنيس في المسجد الأقصى مقال للكاتب الدكتور عبدالله معروف حول المخاطر والتحديات معنا دكتور عبدالله معروف أهلا بك دكتور في مقالك تتحدث عن حرب ذات طابع ديني وحرب متعددة الأطراف حرب حتى داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بين المتدينين والعلمانيين ماذا تقصد بذلك وهل بات وشيكا هل لديك أدلة على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما يجري حاليا فيما يتعلق بموضوع المسجد الأقصى المبارك وموضوع إجراءات بناء المعبد كما يحاول فعليا الاحتلال الإسرائيلي أن يفعل هي ليست قضية الآن قضية يمكن البحث عن أدلتها لأنه بكل بساطة أصبحت مكشوفة وواضحة يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي قبل عدة أيام فقط نشرت صحيفة هارتس سيد الفاضل مقالا كتبه صحفيان معروفان هناك لهم يورام بيري وغابي بايمن يورام وغابي تحدثا في هذا المقال المطول أو التقرير المطول عن الإجراءات التي يقوم بها اليمين الصهيوني وهو تيار الصهيونية الدينية أقصى اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لإجراءات بناء المعبد حقيقة ويتحدثان في هذا الموضوع بكل وضوح عن أن كل ما يتحدث عنه إيتامار بنكفير وإيهوداكليك وكافة أركاب طيار الصهيونية الدينية عن أن دولة الاحتلال تحاول فقط أن تجعل اليهود يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها المسلمون في المسجد أقصى مبارك ونفس الحقوق الدينية في المسجد أقصى مبارك مجرد ذر للرماد في العيون وأن الهدف النهائي فعلياً هو بناء المعبد حقيقة في أرض المسجد أقصى مبارك وليس فقط مجرد بناء كنيس كما تحدث في ذلك قبل عدة أيام إيتامار بنكفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا الكلام فعلياً عليه شواهد كثيرة من خلال عمليات التي تقوم بها جماعات المعبد المتطرفة وتيارات الصهيونية الدينية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى ما يصرح به من وقت لآخر عدد من أفراد هذه الجماعات وعدد من رموز هذه يعني دمتر عبد الله هؤلاء يؤمنون بذلك أنت أشرت في مقالك بأن هؤلاء لا يهمهم أنه حتى لو قامت حرب ذات طابع ديني داخل دولة الاحتلال بينهم وبين العلمانيين ولكن هل فعلاً تتوقع مرة أخرى السؤال أن ذلك بات وشيكاً؟ هذا الأمر ليس مستبعد بأي شكل من أشكال سيد الفاطل قبل فترة كنت حتى تحدثت في هذا الموضوع في أحد المقالات حول إمكانية أن يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي أن يستقل بنفسه على فكرة وأن يقيم لنفسه كياناً في الضفة الغربية وعلى فكرة هذا الكلام كان غير مستبعد من خلال بعض تصريحات سموتريتش التي كان قد تحدث بها قبل أكثر من ستة شهور وقال فيها أن في اليمين يمكننا أن نقيم فعلياً دولتنا الخاصة إذا كان اليسار كما يسميه طبعاً هو اليسار العلماني لا يرضى بإقامة دولة الكهنة أو دولة الشريعة هذه التيارات الآن تؤمن بأنها لديها عدوان العدو الأول في الداخل وعدو الأول في الخارج العدو الخارجي هو المسلمون طبعاً الذين يسيطرون عن المسجد أقصى مبارك والعدو الداخلي تعتبر أنه الدولة الإسرائيلية التي لا تقوم على الشريعة التوراتية وبالتالي ترى أنه يجب أن تقوم دولة الحاخبات وهذا ما حذرت منه على فكرة صحيفة هارتس في مقال الذي ذكرته قبل قليل أن هذه الدولة تسير بهذا المسار وعلى فكرة قبل هذا الحدث بحوالي أسبوع فقط نشرت صحيفة إسرائيل هايوم وهي صحيفة مقربة طبعاً هي صحيفة يمينية مقربة من مكتب يمين نتنياهو نشرت مقالاً تعليقاً على حديث إتمار بنكفير عن موضوع بناء كنيس في المسجد أقصى مبارك وتحدثت عن الحيثيات التي من خلالها يمكن الوصول إلى السيطرة على الدولة بالكامل وأن التيارات اليمينية لم تعد كما كانت سابقاً وأنه يجب أن تنتفض فعلياً وتخرج من قوقعتها وتسيطر فعلاً على الدولة لكن دكتور عبدالله معروف الصراعات بين الطوائف اليهودية المختلفة خلال التاريخ سواء في الدولة اليهودية الأولى أو الدولة اليهودية الثانية التي كانت للخلافات بين عائلة الحشمونية والعوائل الأخرى سبباً لربما استدعاء الرومان 45 قبل الميلاد على ما أذكر لكن البعض سيقول بأنك أنت الآن تشجع الفكر الاتكالي بالنسبة للعرب والدول الإسلامية ومن فعلاً يحاربون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أساس بأنها دولة احتلال وليس على أساس ديني بالعكس تماماً سيد الفاضل أنا هنا أدق ناقوس الخطر بأننا أمام دولة أصبحت ترى الآن تسير بالاتجاه التي كانت تحاول أن تبتعد عنه طوال الـ 75 سنة الماضية من احتلال الأراضي الفلسطينية كاملة وإعلان دولة الاحتلال وخلال الفترة التي هي بعد 67 سنة الماضية منذ احتلال شرقي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خلال هذه السنوات كاملة كانت منطقة المسجد الأقصى المبارك وموضوع الحرب الدينية لحساسية مدينة القدس وحساسية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة تشكل رادعاً فعلياً وحتى كانت رادعاً أثناء الانتداب البريطاني ولكن الآن نحن نواجه دولة جديدة هذه الدولة سيطرت عليها هذه الجماعات التي ترى أن الحرب الدينية هي واجب وأنها يجب أن تكون حرباً دينية وذات طابعة دينة وبالتالي لا تجد أمامها رادعاً هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن هناك ناقوساً يجب أن ندقه جميعاً ناقوساً خطيراً أننا نتجه الآن ناحية واحدة من اثنتين في حال لم ينتبه العرب والمسلمون لخطورة ما يجري فنحن نتجه إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل لأن الموضوع ليس متعلقاً فقط بالمسجد الأقصى وإنما حتى بالضفة الغربية التي يعتبرونها فعلياً أرضاً مقدسة أكثر حتى من تل أبيل والنقطة الثانية إذا انتبه العرب والمسلمون إذا لم ينتبه العرب والمسلمون إلى ذلك لا سمح الله فإننا سنتجه فعلياً إلى مذابح يمكن أن تحدث فعلياً في الضفة الغربية وليس الموضوع متعلق بمسجد القدس ولذلك نحن ننبه إلى أن العرب والمسلمين يجب أن ينتبهوا إلى ضرورة الذهاب إلى أصل القضية وهو إزالة الاحتلال بالدرجة الأولى عدد أبيل المقدسة وهذا هو المفتاح الأساسي لحل هذه القضية شكراً لك دكتور عبدالله معروف وهذه دعوة لقراءة مقال دكتور عبدالله معروف المنشور في موقعي الجزيرة وكذلك العربي 21 في الساعة الثانية عزيزي المشاهدين سنتحدث عن قرار بريطانيا تعليق تصدير السلاح عبر تعليق بعض رخص السلاح في صفحة جديدة لنتنياو كما نفتح جرح غزة الغائر وآخر الإحصاءات حول الشهداء والجرحة الذين نسيهم العرب شعوباً وخذرتهم الدول العربية رسمياً إذن نعود على رأس الساعة فابقوا معنا